بمعلومة صحيحة ينسجون علىها تسعون وتسعون كذبة حتى لا تصبح ظاهرة منتشرة في المجتمع لذلك نبغي إغلاق هذه القنوات والطرق والكلام ويضخم ويهول فينتقل ويتداول بين الناس فيصبح شائعة إن من أخطر أنواع الكذب الشائعات وهي من أهم الوسائل التي يستخدمها أعداؤنا في حربه ضدنا لنوقوف حول مفهوم الشائعات وأسبابها وخطورتها ووسائل مكافحتها أرحب بالدكتور أحمد رحيم المدرس والمحاضر في كلية الشارعة والحقوق في جامعة إدلل كما سيجيب الدكتور مشكورا عن الأسئلة الفقهية الواردة على البرنامج أهلا بكم دكتور مرحبا بكم من جميع حياكم الله أهلا وسهلا دكتور الله سبحانه وتعالى في معرض حديثه عن المنافقين وصفهم بقوله وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُ بِهِ هذا دكتور يدل عن أن بث الشائعات وبث الأكاذيب هي مصفات المنافقين فدكتور بداية ما مفهوم الشائعة أو ما ضادقها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا الشائعات هي كما ذكرت الآن هي من صفات المنافقين وهي من صفات القوم الفاسقين أنهم يتشبثون كالجن يعني الجن من صفاتهم الكذب فكانوا يسترقون السمع فينزلون إلى الأرض معلومة صحيحة ينسجون علىها تسعون وتسعون كذبة فتخيل الكم الهائل من الأقاويل أو من الأناسيج أو النسيج أو الكذبات أو التلفيق الذي يحصل من هؤلاء حول قضية من القضايا أو مسألة من المسائل أو شخص من الأشخاص لذلك المجتمع طبعا المجتمع بطبيعته يتناخل الكلام والقرآن الكريم والسنة النبوية وضع ضوابط لهذه الظاهرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في صحيح المسلم كفى بالمرئ إثما أن يحدث بكل ما سمع لذلك الإنسان الأصل يعني المسلم الأصل به أن يتثبت من الخبر يتثبت من المعلومة ولا لأن الشيء الظاهر الواقع في المجتمع قبل الآن بعد قريمة نتحدث عن الأعلام قبل وجود الإعلام الذي ساهم بشكل كبير جدا في تغذية هذه المسائل المجتمعات قبل الإعلام وقبل دور الإعلام كانت في طبيعتها أنهم يتناقلون الكلام والشائعات طبعا الشائعة سميت بذلك من الشيوع والانتشار أو سرعة انتشارها لأن الناس طبعا وسرعة وشائعة تتحول يعني هي ممكن تكون معلومة بسيطة أو شيء معين بالسبب كثرة الانتقال وتداول بين الناس وشيوعه مع التلفيق الكذبي والمسائل غير الحقيقية أو غير الواقعية يعني تتضخم الأمور وتصبح عبارة عن شائعات وعن تزوير وأكاذيب ملفقة تهدم المجتمع الحقيقي دكتور نهيك على أننا كمسلمين مأمورين أن نتثبت من الخبر إن جاء من فاسق يعني المسلم فاسق فما بالك إذا كان الخبر من الأعداء ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا الله عز وجل أمر المسلمين بالثبات والتثبت والبيان والتبيان لذلك لماذا؟ لأن لهذا الأمر لهم آلات خطيرة أن تصيبوا قوما بجهالته فتصبحوا على ما فعلتم نادمي فالمسلم بعد وقوع الكلام وانتشاره في المجتمع وقذف الناس وقذف الأعراض والخوض في أعراض الناس له عواقب وخيمة جدا الإسلام وشريع إسلامية صانت المسلم وصانت عرضه لذلك وضع حدود حد القذف لصيانة أعراض المسلمين من أجل أن لا يتناقل الناس كلام في أعراض الناس والعياذ بالله أو يتهمون الناس بالزنة أو أن يصبح التهم بالفاحشة شيء بسيط يتقاذفه الناس لذلك القرآن الكريم وضع حد القذف وهو الجلد لذلك لهذا الأمر من أهمية أخرى اليوم المجتمع المسلم اليوم المعاصر بوجود الإعلام ووجود الأعداء بدأوا يستغلون أي ثغرة من ثغرات في المجتمع المسلم وينشرون ذلك على الإعلام ونشأة القنوات المعادية للمسلمين خنوات الإرجاف والبث الشائعات السياسية والاجتماعية لإسقاط الحقيقة الهدف منه إسقاط الرموج إسقاط القادة إسقاط المسلمين زرع البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار داخل المجتمع المسلم وهذا الملمح نبه عليه القرآن الكريم في الآية التي ذكرتها في بداية الحلقة يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به وهذا هو المقصود في ذلك أي أن الناس يسرعون في إذاعة الأخبار والشائعات سواء كانت ما فيه أمن وخير للمسلمين أو شر وسوء على المسلمين لذلك نبه القرآن ووضع قاعدة للتعاون مع ذلك ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أمر الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم لذلك في هذه الحالات الشائعات وانتشار الأخبار الكاذبة أو المغرضة أو تضخيم الكلام الإعلامي الأصل في هذه المسألة الناس يعودون إلى أصحاب الشأن أصحاب الأمر أصحاب السلطة أو إذا قلنا أصحاب الاختصاص في هذا الأمر يعودونه ليهم ويتثبتون من الكلام ومن المعلومات حتى لا تصبح ظاهرة منتشرة في المجتمع لذلك نبغي إغلاق هذه القنوات والطرق والكلام من أجل أن لا يقع الناس في بعضهم ويخوض الناس في أعراض بعضهم الآخر ويتحول ذلك إلى سجالات وإلى مراشقات اليوم عم تصبح مراشقات إعلامية وسجالات سياسية وفكرية لها مآلات الحقيقة لها مآلات خطيرة لذلك سيدنا سليمان عندما جاءه الهدهد لم نصدقه مباشرة لم نصدقه مباشرة قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين لذلك سيدنا سليمان أراد أن يعلم الناس والقرآن ذكر ذلك لتعليم الناس كيف يتثبتوا من الأخبار جاءته معلومة عن قوم سبأ لذلك ينبغي أن يتثبت من هذه المعلومة وتثبت منها مع الهدهد وهدده أنها إذا كانت معلومة خاطئة سيكون نصيره ماذا؟ الذبح والعذاب لذلك هذا التصوير القرآني التصوير القرآني للتعامل مع الأخبار والتعامل مع الشائعات من أجل إغلاق الطرق على الأعداء لا يتسللون إلى مجتمع المسلم إلى المجتمع القرآني إلى المجتمع النبوي المجتمع الذي يعيش في ضلال القرآن الكريم والسنة النبوية للحفاظ على الأخوة الإسلامية والحفاظ على الإيمان والحفاظ على قراض المسلمين لأن القرآن الحقيقة صانع عرض المسلم ومالي والإنسان يعني أعز ما يملك عرضه والعرض هو الشرف اليوم وهو اليوم في السمعة اليوم هو في العرف المعاصر هي السمعة لذلك عندما حصلت حادثة الإفك سماه الله عز وجل الإفك لماذا؟ والذين جاءوا بالإفك عصبة منكم سماه الإفك اللي هو أعظم الكذب سماه القرآن أعظم الكذب وزجر المسلمين عن هذه الظاهرة لذلك كانت لها يعني لهذه الظاهرة في القرآن الكريم كان لها وقع حظيم على نفوس المسلمين وعلى نفوس الصحابة واللي هنا أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا في ظاهرة الإفك أن هذه الآية لم تنزل بعد ساعة أو ساعتين من انتهامها شغل الله تعالى بعد أربعين يوما أو خمسة وأربعين يوم يعني تعقليما بعد شهر من هذه الحادثة لماذا؟ هو امتحان واختبار لناس لأن هناك من خاض فكان نزلت الآية تنبه أن هذا من شيء من منافقين وأن هذا من أعظم الكذب وأن ينبغي على المسلمين كانوا أن لا يخوضوا مع الخائضين في هذه الظاهرة فكانت امتلاء وامتحان واختبار لذلك ممكن أن تتكرر هذه المسألة في أي مجتمع من المجتمعات العلاج هو في القرآن الكريم والسنة النبوية الإنسان المسلم يصون لسانه عن أن يقع في أعراض الناس وأعراض المسلمين وأن لا يصدق خصوصا اليوم يعني اليوم الإعلام الحقيقة الإعلام المعادي ينفق عليه الأموال الطائلة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار وثقة ثقة المسلمين بأنفسهم بداية ثم في مشروعهم أريد أن أنبه على موضوع تقرير العربية الأخير قناة العربية التي اتهمت منطقتنا منطقة إدلب في أشياء يعني الحقيقة العقل يدهش من كذبهم ودجليهم والشائعات التي بثوها من أجل ماذا؟ لذلك يقول لكل ساقطة لا قطة من أجل أليل تقط هذه السواقط وهذه المسائل يلتقطها المنافقون والدجالون والكذابون وينسجوا حول هذا المجتمع لماذا؟ لأنهم الحقيقة بدأت توجه السيام لهذا المجتمع الآمن الذي نعيش في ظلاله في ظلال الثورة السورية المباركة في أمن وأمان وضمن شريعة الإسلام لا يعجبهم ذلك لا يعجبهم لذلك يعملون على الحرب الأمنية والحرب السياسية والحرب الفكرية والحرب الإعلامية من خلال ماذا؟ من خلال تناول الفيديوهات والتقارير الإعلامية الكاذبة التقارير الإعلامية المزورة لسق التهم والأكاذيب والتلفيق كلمة من هنا وكلمة من هناك من أجل أن ينسجوا حول هذا المجتمع ويشكك الناس في هذا المجتمع ويشكك الناس في هذا الواقع من أجل ماذا؟ من النتيجة النهائية هي إسقاط الثورة وإسقاط هذا المجتمع وإسقاط هذا المشروع وإسقاط المنطقة الآمنة أو المنطقة إدلب التي يعيش في ظلالها ملايين الناس في أمن وأمان دكتور نحن الآن يعني أمام كل هذا الكلام وممكن كل المسلمين أو غالب المسلمين عندما تسألهم عن الشائعات وعن خطرها يعرفون أن يكون هذا الشائعات أمر مذمون بالشرع وبالعرف وبالأخلاف لكن مع كل هذا الأمر يقع المسلمون فيها فدكتور ما أسباب انتشار الشائعات وما مدى خطورتها على المجتمع وعلى الأمن المسلمة أسباب الشائعات كما ذكرنا الفطر الاجتماعي على هذا الناس أنهم يتلقفون الكلام من كل الجهات وبطبيعة الناس يحبون تداول الأخبار ويحبون التسلية في الكلام والقرآن الكريم والسنة النبوية وضعت كما قلت ضوابط لذلك منها يعني موضوع تحريم الغيبة والنميمة يدخل في هذا السياق الذي هو منع الشائعات أما الناس بطبيعتهم يحبون يعني حدث معين أو خطأ معين لشخص أو لشيء مسألة محدث معين يحصل فهذا الحدث يمكن أن ينقل إلى الناس بطريقة معينة فيزور ويضخم ويهول فينتقل ويتداول بين الناس فيصبح شائعة فيتداول الناس في كثير من المسائل التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا بالنسبة كسبب يعني منشأها هو حب الناس للأخبار هذا المنشأ وتهويل يعني الآن أنا أعطيك معلومة عن شخص أو خبر عن شخص أنت تنقله للآخرين بتضيف عليه كثير من الكلام وغيرك يضيف ويكبر ويهول وهكذا حتى ينتشر كلام فيصبح في المجتمع كما يقولون يضيع الخبر يعني ما تعرف الصدق من الكذب في ذلك بسبب ماذا كثرت تداول هذا الخبر وكثر ما يحوطه من الشبهات ومن التلفيق ومن الأكاديم أما خطرها على المجتمع فلها خطر كبير جدا كما قلت لذلك القرآن الكريم وضع قاعدة إنه هي الإنسان إذا وصل إلى معلومة أو خبر أو كلام الأصل مباشرة يسكت ويصفه إلى الجهات المعنية المختصة إلى القيادة بمعنى ذلك لأنه إلى الرسول أو أولي الأمر منكم لماذا؟ لأن كثرة الشائعات تزعزع الجيش الإسلامي وتزعزع الثقة بين الناس تزعزع الثقة في المجتمع فهذا ما يفعل يعني ما يسعى إليه العداء دق الأسافين داخل المجتمع يعني زعزعة الأمن والاستقرار وتفرقة الناس بإثارة المشاكل والشائعات بمعنى أن يصلك كلام أنت كشخص مثلا يصلك كلام أن فلان أو الجهة الفلانية تتكلم عنك كذا وأنت لك أحباب ولك أتباع ولك ناس وبالمقابل أيضا للطرف الثاني يقولون العكس هذا الكلام فيبدأ الناس بتراشق التهم والكلام وتداول الأخبار فماذا يصبح بمجتمع؟ مجتمع يصبح ممزقا مهترئا وهذا ما يسعى إليه الأهداء لذلك المسلمون الحل والعلاج بأيديهم أنهم يقول الله تعالى ولو ظنوا بأنفسهم خيرا الآية مقصودها بإخوانهم خيرا ولذلك عبر أن الأخ هناك بمثابة النفس لذلك الإنسان في هذه المسائل يعصم لسانه ويحصن نفسه ولا ينساق وراء الأخبار الكاذبة أو المهولة أو وراء الشائعات ويتق الله عز وجل في ذلك ما استطاع ويعني يستعيذ بالله عز وجل من الفتن والفواحش وأن يخوض فيه أعراض الناس لأن أعراض الناس غالية ومصانة فبهذا يعني لها عقوبة في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية بارك الله بكم دكتور واجزاكم الله خيرا وتبعين الكرام فاصح قصير ونعود معكم لمتابعة الإجابة عن الأسئلة الفقهية متابعين الكرام عدنا إليكم من جديد أهلا بكم دكتور حياتنا دكتور السؤال الأول يقول رجل يقيم خارج البلد وعنده داخل البلد بيت على العظم ويقول أنا إما سأبيعه أو سأسكن فيه مستقبلا فدكتور في هذه الحال هل يعتبر من عروض التجارة ويخرج عنه زكاة العروض التجارة بسم الله والحمد لله والسلام عليكم في هذه الحالة طبعا لا تجيب الزكاء إلا في النية المحضة في التجارة فهنا أولا متردد الأمر الثاني العقار لا تجيب فيه زكاء العقار لا تجيب فيه زكاء وإنما تجيب الزكاء من ريعه إذا أجره أو إذا أجره أو باعه أو كذا السؤال الثاني دكتور رجل مريض مريض عصبي مزمن وعنده سلس بول قوي ولا يعني عنده مشكلة في الدخول والخروج إلى الحمد لله هل يجمع بين الصلاتين بشكل دائم؟ الأصل في ذلك أصل في ذلك طبعا سلس البول مرض وعذر من الأعذار الشرعية لكن الأصل في ذلك أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ومجرد خروج الوقت نقض وضوءه ويصلي طبعا عندما يتوضى يصلي ولو وهو في الصلاة وجد سلسا يعني يعني هنا وهو في الصلاة كونه توضأ لكل وقت ولو وهو تأخذ الصلاة في الصلاة حدث معه سلس يكمل صلاته لأنه معذوع إذا كان هذا العذر أو هذا المرض يشتد به حتى أنه لا يستطيع أن يصلي فلا حرج أن يجمع بين الصلاتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرخص في جميع بين الصلوات للمريض ولصاحب الحاجة السؤال الثالث دكتور بنت تريد الزواج وليس لها ولي إلا عمها ودكتور هذا العم على خصومة مع هذه المشكلة فكيف تحل هذه المشكلة في عقل الزواج الأصل في الزواج الولي ولا يقبل زواج من غير ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل وأي زواج من غير إذن الولي فهو باطل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الولاية هي للأب ثم للجد وإن على ثم إن غابوا تنتقلوا إلى العصبات كالعم وغيرهم في هذه الحالة عمها هو وليها والأصل أن يزوجها هو بغض النظر عن الخلافات الشخصية والخصومة لأماذا لأن هذا الأمر حق من حقوق الله عز وجل لها والبنت من حقوقها الشرعية والتي منحها الله عز وجل أنها تتزوج ولا يحق لأحد أن يعضلها ورفض تزويجها هو من العضل الذي نهى الله عز وجل عنه وله يعني عقوبة يعني وهو من الذنوب والآثام طيب الآن الحل لهذه الأخت الحل هي أنها الأصل أن تحاول أن تصلح هذا الأمر أو تقنع عمها بتزويجها بطريقة من طرقها من خلال مثلا أشخاص أصدقائه أو من الناس الذين ممكن أنهم يستطيعون إقناعه هذا الحل وإذا لم تستطع ذلك إذا لم تستطع ذلك فهي أمام خياري إما أن تنتقل الولاية لغيره من أقاربها العصبات حصرا من أقاربها العصبات يعني عم آخر ابن عم إن وجد عم الأب مثلا ممكن وهكذا هذا خيار تنتقل الولاية إلى غيره من العصبات الحل الثاني أنها ترفع أمرها للقاضي إلى المحكمة إلى المحكمة للقاضي ترفع طبعا هذا يحق لكل مرأة حتى ولو كان أبوها يعضلها فيحق لها أن ترفع شكوى إلى القاضي أن أبوها أو عمها أو أي شخص من الأشخاص يعضلها أي أنه يمنعها من زواج الكفع هنا ينبغي أن نطلق مسألة ربما يعني هي تصر على زواج شخص عمها لا يراه كفعا لها يعني ولكن هذه المسألة ينبغي أن تحرر يعني في هذه الحالة إذا كان هذا الزوج أو من يأتي إلى خطبتها أو زواجها تراه وبيعرف الناس وعرف أهلها وأقاربها كفعا لها ويصر على ذلك كما قلت ترفع أمرها للقاضي بماذا؟ دعوة الإعضال ويزوجها القاضي بهذه السؤال الرابع دكتور هل يجوز غسل الجنابة بالماء والصابون معا أن يشترى دكتور ماء مطلق؟ الأصل في ذلك الماء المطلق وهو الماء الطهوري الذي يطهر لا يختلط في ذلك فلا يخادطه لإسقاط الجناب فالماء المخلوط خلطا بصابون هذا بالاتفاق لا يجوز أما إذا كان على الجسم صابون وجاء الماء صب الماء فوق صابون يصح ولكن الأولى أنه يصب الماء دون شيء وهذا الصح هو الأفضل والله أعلم السؤال الخامس والأخير دكتور رجل عليه كفارة يمين ولا يستطيع أن يصوم ولا أن يطعم عشرة عساة ما الحل له دكتور؟ طبعا الكفارة يواجب عليه فإن استطاع طبعا أن يطعم عشرة مساكين فالأولى بذلك وإن لم يستطع فالصوم صوم ثلاثة أيام ثلاثة أيام يعني مدة ليست طويلة وإن كان مريضا وعجز عن ذلك يعني تبقى في ذمته حتى يتيسر له إما الإطعام أو الصيام بارك الله لكم دكتور أجزاكم الله خيرا وإياكم حياكم الله ومعرك الله خيرا ختاما أشكر لكم متابعين حصن الإنصاط والمتابعة ولا ننسى شكر الدكتور أحمد رحيا على حضوره معنا ولا تنسوا متابعين الكرام وضع أسئلتكم وملاحظاتكم في التعليقات دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته